أكثر من خمسين موظفا دوليا تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية ومجتمع مدنية وبعثات دبلوماسية لا تزال تحت جزم الميليشيا الحوثية منذ أكثر من أربعة أشهر في انتاكن صارخ للقوانين الدولية التي تكفل حماية موظفية الأمم المتحدة ولم توجه الميليشيا الحوثية أي تهم مثبتة ورفضت أخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين مما يعني أن هذه الأفعال حسب القانون الدولي ترقى إلى الإخفاء القسري دون حتى سمح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم مصادر ميدانية تؤكد أن هذه الاعتقالات تأتي للتضييق على المنظمات الدولية والضغط عليها لتسخير أنشطتها لخدمة أهداف الميليشيا الحوثية والتي وجدت في المواقف الدولية المترددة ضوءا أخضر لتصعيد إجراءتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية وساهم في الوصول لهذه المرحلات الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقار المنظمات الدولية وتقتاد موظفيها على المعتقلات وتوجه لهم تهم باطلة وتتخذهم أدوات للدعاية والمساومة والضغط والابتزاز السياسي مراقبون يرون أن البعثات الدولية العاملة في اليمن تشعر بقلق عميق حول مصير الموظفين الدوليين وأن استمرار احتجازهم دون أي تواصل معهم منذ شهور يعيق بشدة قدرة المجتمع الدولي على استمرار مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين مع استمرار نقص الغذاء والماء والدواء والقدمات الصحية والذي يستدعي تدخل عاجلا ومستداما من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر